تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق روكن الصغير بن عزيز أوضاع القوات المكلفة بحماية وأمن منفذ الوديع البري بمديرية العبر بمحافظة حضرموت واطلع رئيس هيئة الأركان العامة ومعه قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية لواركن سلطان البقمي على أوضاع المنفذ والسير عملية التفويج وعبور المسافرين وتوفير الخدمات اللازمة لهم مستمعا من مدير عام المنفذ عامر الصيعري والقائمين على المنفذ إلى شرح حول الجهود المبدولة في سبيل تسهيل عبور المواطنين والمسافرين بكل سهولة ويسر